شوف أنا أعتقد أن إيران لن تذهب إلى تقديم تفاصيل لأن التفاصيل ستكشف حقيقة البرنامج والبرامج النووية في إيران ستكشف عن حقيقة وطبيعة التوجهات العسكرية للبرنامج النووي الإيراني يوسي كوهين كما تفضلت جنابك بالمقدمة وضح بصورة جدا واضحة الاختراقات الكبيرة للموساد الإسرائيلي للبرنامج النووي الإيراني وأيضا لمختلف أنظمة المعلومات والأجهزة الأمنية يعني ما يحصل اليوم في إيران هو اختراق واسع من قبل الموساد الإسرائيلي والحسب أن أعرضت في المقدمة أن إيران عبر وضع نفسها في مواجهة مع العالم هي اليوم تدفع ثمن وكلفة كبيرة لهذه الاستراتيجية العبثية هذه الاستراتيجية غير المنطقية التي تتناقض مع النظام الدولي والمجتمع الدولي الهسب أنا أعتقد اليوم إيران في مأزق كبير لكن مع الأسف التيار المتشدد في إيران وهنا تكمن المشكلة خصوصا إذا ما فاز التيار المتشدد في الرئاسة الإيرانية في حزيران الشهر الذي دخلنا به هذا الشهر فبالتأكيد سنذهب إلى تعقيدات كبيرة لكن إذا فازت